قبل فترة كان هناك حديث للباحث النفيسي وهو كويتي ذات خلفية اخوانية يعني ايدلوجيا هو من الاخوان المسلمين قال وعلى وسائل الاعلام قال ان حماس تتلقى شهريا 23 مليون دولار كدعم من ايران فمعنى ذلك واذا اخذنا بنظر الاعتبار ان ايران تتبنى معادلة وحدة الساحات وقطر ايضا تدعم حماس يا دكتور والقصة الانية هذه عد اسرائيل وعد الامريكان قطر ايضا تدعم حماس شهريا وايران تدعم شهريا القصة ليست مخفية احسنتم وبما ان هناك داعم تحضر التوازنات والمحاور وهذه هي التي بالحقيقة يجب ان نقرأها بدقة هل ستصمد المحاور ام لا لاحظ الصين ترى ان فشل طريق التلمية العصري سيؤدي الى فتح الطريق امام طريق الحرير روسيا ترى ان الاشتباك بجبهات متعددة وحرب اقليمية في الشرق الاوسط سيخفف كثيرا عن الضغط عليه هون في اوكرانيا ايران ترى التطبيع الذي تقوده التقارب بين اسرائيل وبين المملكة العربية السعودية سيجعل في مستقبل المنطقة السعودية قطب الفاعلة ومؤثرة في التوازنات الاقليمية والدولية وهذا يتمدد على الطموحات والمجال الحيوي لكل من ايران وتركيا لذلك تركيا حركت اسطول مالتها في حوض البحر بالتوسط ايران الان تلوح بانها ستستدرج المنطقة الى حرب لكن المفارقة الغريبة ايران تساعد المنطقة الى حرب ولم تتبنى حتى خيار التلاثن واحلى قاعدين نوجه ضربات وندعو الى الحرب نتبنى خيار الحرب ولذلك لابد ان نحسب الحسابات بذيقة اشتركوا في القناة